اليوم عملت البقسمات بطريقة سهلة وبسيطة خالص وبجد بجد النتيجة بتطلع تحفة يعني بيطلع حش وخفيف زي الافران بالضبط ويمكن احلى طبعا لما بنعمله في البيت بيكون انضف وعارفين احنا بنحط دقيق ايه وزيت ايه يعني كل حاجة بتكون نظيفة وطبعا متطمنين لها بجد هتعملوا البقسمات غير اي مرة انتم جربتوها جربوه بطريقتي ان شاء الله هيعجبكم البقسمات زي ما انتم شايفين كده وشايفين السوا هو بيعتمد على خطوات اهم خطواته علشان يطلع ناجح وبالصوت الارمشة دي لازم تتبعوا الخطوات تمام وتعملوه زي ما انا عملاه كده علشان يطلع معاكم هش وبجد لزيز مع كوب بيت شاي بقع الفطور ولا في العاشة كمان شاي بحليب بجد بيطلع لزيز جدا الاطفال والكبار كمان هيحبوه بالطريقة دي يلا نبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ نصلي ونسلم على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام ويلا بنا نبدأ مقدير البقسمات اللي معايا سهلة خالص وبسيطة عندي كوباية ونص من الدقيق معلقة صغيرة خميرة معلقة ونص صغيرة سكر عندي كمان ربع كوباية من الزيت ممكن كمان تقللوا الزيت شوية يعني تحوشوا منهم معلقة وعندي كمان ربع كوباية من المية الدفية اول حاجة هبدأ بيها في العجين هستخدم السلاح العجن اللي هو بالشكل ده كده وابدأ بقى احط كل المقادير دي على بعضيها بحط الدقيق الاول وبحط بقى باقي المقادير ممكن تزويدوا المقادير انا عاملة مقدار صغير وبحط كمان الخميرة والسكر وبحط عليها كمان الزيت وزي ما قلتلكم ممكن تقللوا للناس اللي مش بتحب الزيت كتير وبحط عليها المية الكمية دي كافية جدا لكن على حسب دقيق كل واحد جربوها الاول بشكل الكمية دي وخصوصا لما تحبوا تجربوا اي حاجة انتو بتعملوها اعملوها في حاجة صغيرك وبعدين لما تكون كويسة وعجبتكم الطريقة اعملوا بقى ضعف المقادير زي ما بتحبوا اهم حاجة في البقسمات ودي من اساسياته العجن الكويس شايفين العجينة؟ يعني ما بتاخدش معايا وقت خمس دقايق شايفين العجينة؟ نعمة خالص خالص في ايدي تفضلوا تدعكوها كده بالايد شوية وبعدين نسيبها بقى في مكان دافي طيب اللي ما فيش عجان ممكن تعجنوه بايدكم عادي جدا بس يعني زودوا في العجن شوية بلفها زي الكورة كده واحطها كمان في البولة تاني واغطيها واشيلها بقى في مكان دافي يعني ترتاح كده نص ساعة بالظبط وتشوفوا العجينة شكلها ايه معايا شايفين كده بعد نص ساعة اختمرت معايا وبقت بالشكل ده بفريتها بقى عايزاها زي المستطيل وممكن كمان بطريقة تانية ان انتو تاخدوا تعملوها كوريات صغنونة كده وتركنوها وتاخدوا الحاجة الاسهل ليكم انا فرتتها عشان اوريكم الطريقتين قبل كده انا عملت كورات صغنونة والطريقة دي برضو للناس اللي عايزة تعرفها افرد العجينة بالشكل ده مستطيل يعني بسمكة اتنين سنتي كده بتعملوها شرقيقة جدا علشان تعرفوا تبرموها معايا وابدأ بقى اقطع العجين زي شرايط علشان يعني تقريبا يطلع متساوي مع بعض الناس اللي بيحبوا يستخدموا الميزان برضو بيكون افضل وبيطلع كل حبة زي التانية بامسك كل شريط بقى بالشكل ده كده وابدأ بقى اقفل الجوانب على بعضيها اقفل الجانب الاول واقفل كمان عليه الجانب التاني العجينة بجد يعني مش عايز اقول لكم نعمة قدي ايه ومشي في ايدي زي ما تكون زي الزبدة بالظبط بقفل الجانبين وكمان اقفل عليها من فوق علشان لما اجي ابرمها تطلع معايا بشكل متساوي وتطلع كمان شكلها حلو مش منعكش كده ابرموها كويس جدا وطبعا كل واحدة هتخلوها متساوية وبالحجم اللي انتو عايزينه عايزينها انحف من كده عايزينها ادخن من كده شوية كل واحد طبعا على حسب ما بيحب وهكرر نفس الموضوع كل شريط بمسكه كده او كل كورة انا عملته وابدأ اقفلها من فوق وابرمها كويس جدا طيب انا حط ليه سمسم السمسم طبعا يكون مش متحمص بس بحط معلقة مية كده واقلبهم مع بعض علشان يفضلوا في البقصمات ماينزلش منه في ناس بترشوا مية او حليب مع البيض انا مش برشوا لحليب ولا بيض ولا اي شي بس المية مع السمسم نحركها كده شوية وبعدين نبدأ ننزل فيها البقصمات لو عايزينها من جانب واحد بتنزلوها بس من جانب واحد عايزينها من الجنبين كمان خلاص بتحطوها بالشكل ده كده وتبرموها في نفس السمسم وتكرروا نفس العملية الطريقة دي بجد هتطلعوا هش جدا وهيبقى معاكم احلى بقصمات ان شاء الله احلى كمان من اللي احنا بنجيبه من الافران ما بياخدش وقت معانا خالص بس اهم شيء التخمير ان احنا نخمره نصف ساعة الاولانية لحد لما يختمر ويكون بالشكل اللي انتو شفتوه معايا واعمله كده افرده ابرمو كويس واحطه في سمسم او نخالة زي ما بتحبه دي اخر واحدة انا عملتها بالشكل ده انا عاملة مقدار صغير مش عاملة مقدار كبير بحطها بالشكل ده واغطيها واحطها في مكان دافي كمان اسيبها تاني نصف ساعة ربع ساعة على حسب المكان الدافي اللي عندكم بعد ما نسبتها النصف ساعة شايفين الضعفة ازاي بتتضاعف حجمها علشان كده خلوا بالكم من السماكة دي طيب تالت خطوة معايا طبعا هدخلها الفرن انا هدخلها الفرن على درجة حرارة 150 درجة لمدة 30 دقيقة او 45 دقيقة تكون مولعين الفرن طبعا من قبلها ب10 دقايق كده او بربع ساعة وبتسيبوه طبعا في الشواية اللي من تحت بس بدور عليها من تحت وبحطه في اخر رف من فوق وبجد يعني هتستمتعه باحلى بقصمات شايفينه طالع ازاي لو انتم ملقتوهوش تحمر من فوق يبقى هتحطوا عليه الشواية من فوق بس ياخد لون حلو بالشكل اللي انتم شايفينه ده سمعين الارمشة الارمشة بجد لزيزة جدا مع كوباية شاي شايفين الفراغات كمان اللي فيه دي بتدل ان هو هش من جوه وبجد بيبقى لزيز جدا يارب تعجبكم الطريقة تعجبكم وصفتي جربوها بقى وقولولي رأيكم في الكومنتات ازا عجبتكم الوصفة تنسوش بقى تدعموني بلايك اشتركوا في القناة كمان للناس اللي مش مشتركة فعلوا الجرس علشان توصلكم وصفاتي الجديدة بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة